موسيقى ويسألني قاتلي كيف تحيا وسبعون هدم عليك وما ظل بيت على حاله أو حديقة فقلت انتصرت على جثتي وارتفعت على شرفتي وانشغلت بمحوية سبعين عاما فقابلتني فوق كل الفوانيس ما زلت نورا عليها على كل ناقوسة كنت ثورة على جثتي كان ورد لأمي وورد الحبيبة كذا قال الشاعر سائد أبو عبيد في آخر مجموعاته قصائد الجرح غزة في مدارج الحلم حيث أضرم الشاعر النايات بحزنه كما قال وأمطر الفراغ بسيوله وما السيل إلا أشعار تندلق على جرح غزة العصي وهي تكابد سطوة الموت والرحيل نصوص مفعمة بغنائية شاهقة الحزن لا تخلو من تأملية ومشهدية دامية تجاري غزة في حنينها إلى الكهرباء متماهية مع ضحايا الماء ومن قضوا تحت الردم والخذلان دون أن تفقد بوصلة الأمل أو تكسر شوكة الأنفة مصوص فيها من الفخر بقدر الرثاء ومن الحب بقدر الفقد ومن الحلم بقدر الجرح وفيها من الأنا بقدر الجباعة حول مجموعته الشعرية الخامسة نصطظيف الشاعر سائد أبو عبيد أمين سر المكتب الحركي لاتحاج كتابي وأدباء فلسطين وعضو المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة جنين سائد أبو عبيد أهلا وسهلا بك ضيفا على الصالوم الثقافي أهلا وسهلا بك سليمتي أختك أوصار أسعد الله مسائك ومساء قل فلسطين حرع من أمثالك وأمثال شعبنا الذي يكافح هذه الأسماء العالية والأسماء الجميلة قصائد الجرح غزة في مدارج الحلم نلاحظ هناك تضاد وإن لم يكن لفظيا فهو دلالي الجرح يساوي دم وجع خسارة بينما الحلم نافذة هروب خلاص أمل كيف يولد الحلم من الجرح ويرتقي مدارجه في المشاة الثقافي الغزي الحالي كما تعلمي أختي كوسر أنا الشعب الفلسطيني كل شعب الفلسطيني هو لا يدفع هذا الثمن وهذه الأبناء وهذه الأخوات والأسماء العالية كوبانا لفلسطين إلا على أمل أنها سوف تتحر يوم الأيام وسوف نحظى بهذا الانتصار انتصار الأرض بوردها بسنابلها بحنطتها وانتصار النفوس أيضا بالشوق والذهاب إلى كل المتساعات الجميلة في فلسطين التي نحن نمنع عنها دائما هذه الانتصارات لابد أن نعيشها بأمل حتى لو كان الألب كبير وكبير جدا من الحلم يولد؟ من الجرح يولد الحلم؟ نعم صحيح هكذا يولد لأنه الجرح الذي يتفتق منه هذا الورد حتما أنه سوف يجللنا حلما حقيقيا يكون به نافذة إلى اليوم الجميل والنهار الذي تبطضح فيه ابتسامات الأطفال والنساء والمشاغلين في الحياة الفلسطينية يوم الحرية إن شاء الله نلاحظ في هذه المجموعة تنوع في الأسلوب وفي الشكل في الشكل نلاحظ قصائد عبودية وقصائد تفعيلة في الأسلوب نلاحظ نجد الخطابية نجد التأملية نجد السردية المشهدية نفس قصصي مثل قصيدة حنين إلى الكهرباء أو ضحايا الماء لكن حسب رأيي أراه كله يندرج تحت بند الشعر الغنائي هناك غنائية عالية لغة مفعبة عاطفة جياشة إنسيابية لا نجد تقشف لغوي يقال أن الغنائية هي أقدم أنواع الشعر ليس في الشعرية العربية فقط بل حتى عالميا وهي التي لم تندثر رغم كل المدارس والتوجهات حتى سئل يوما محمود درويش في إحدى المقابلات لماذا متمسك بالغنائية قال لهم لماذا أتخلى عن أجمل ما هو في الشعر وحتى رغم تنوع تجربته صفح الحديدي يقول في إحدى دراساته النقدية عن شعر درويش نكاد لا نعثر على استثناء واحد لا يضع الغنائية في رأس توصيفات عديدة خاصة بشعر درويش أنتم هل ترونها أيضا الأجمل؟ الغنائية نعم هي أجمل لأن لها إقاع في النفس وإقاع في الذات لأنها في الغنائية هي تجسيد للتراتيل التي نعيشها والتهاليل التي نحبها داخل بشاعرنا تخرج بهذه الطريقة حتى أنها تأخذنا بنسياق بنسياق اللحن الموسيقي في الشعر العربي الأصيل والشعر الموزون على هذه الغنائية هل ترونها الأنصب شعريا لما يحدث في تماهيها في تماهي هذه القصائد مع الحالة والمشهدية الغزية الآن هل تجدون أن القصيدة الغنائية هي الأقدر على تسييد هذه الحالة أو التعبير عنها؟ باعتقادي أنا أجزم أنها هي الأنسب لأن فيها اللغة التي تذوب في الوزن والموسيقي الذي يجسد هذه التراتيل الوطنية والحياتية التي مبنية على الأمل والجرح والنزم وهي كما أنها كلحن النايات الحزين فنعم أنا أرى أن فيها هي التي تجسد هذه هذا الواقع أو هذه المشاهد التي نراها كل يوم هل نستطيع أيضا أن نعتبر هذا نمط الشعري المحبط أو الخاص بسائد أبو عبيد بصرف النظر عن هذه المجموعة؟ أنا أصلا أختي كوثر بطبعي لا أكتب إلا الموزون سواء كان العمودي أو تسييد الغنائية ليست فقط في الموزون الغنائية حتى في أسلوب الكتابة صحيح العاطفة أثر التعبير عن الوجدان الوجدانية العالية في القصيدة كلها تندرج تحت بند الغنائية ليس فقط شكلا نعم صحيح أنا لا أكتب إلا بهذه الأسلوب لأنها بالأخير هي تخرج كما قلت لك هي تخرج بنغمات داخلية في النفس فأشعر أنها هدي للحمام وكأنها زكزقة للأطيار هذا ما أسعى جاهد إلى أن أكتبه بهذه الأسلوب كثيرا ما يتم الحديث عن صدمة الحدث أو قصيدة الصدمة هناك من يرون أن زمن الكتابة في الشعر لا يجب أن يتزامن مع زمن الحدث أنه لا بد للحدث أن يأخذ فترة من الاختمار حتى تنضج القصيدة وحتى لا تكون إنفعالية أو كما يقال تبخى على عجل هناك فريق آخر مثلا نزار قباني يرى أن ليس من حق الشاعر أن يأخذ إجازة من التاريخ بل عليه أن يكون في خط التفاع الأول وفي خط المواجهة الأول أراكم من الصنف الثاني؟ أراكم من الصنف الذي يجب أن يكون الشاعر أول أولا أختي كوثاء أنت كما تعلمين قضية الشعب الفلسطيني ومشاهد الشعب الفلسطيني أصلا هي مختمرة مخبوزة في المدى هذا فأنا أرى أن هذا المشهد أصلا هو متضح ومكتمل وهذا الخبز الوجع نحن نرى نحن مطلعين عليه مختمر على مدارج الحياة كلها فلذلك أنا مع ما قاله الشاعر نزار قباني أن هذا المشهد يجب أن نعبر عنه بما نراه وما نشعره وما نعيشه ولا أن ننتظر ما سينتج عن أي حدث فالأحداث هي التي تتضح أو تكشف لنا فلسطين منذ كان عان إلى الآن وأنا مع هذا المشهد الذي التفاعل مع الحدث والتعبير عنه التفاعل مع الحدث ومع الوجع ومع قضايانا الفلسطينية ضمير المتكلم طاغي جدا على أغلب النصوص لدرجة أنكم تقمصتم الشخص استنطقتم الشهيد ويسألني قاتلي كيف تحيا وسبعون هدم عليك أنت تتحدث بلسان الشهيد القصيدة التي أبنتم فيها سليم النفار الشاعر الشهيد جعلته يرثي ويؤبن نفسه بلسانك ما الذي دعك أن تحتكر الصوت أن تصر أن نحن في الأنا كيف تجد هذا يعني أن تتحدث بلسان الكل باللسان الجماعي باللسان الفردي للشهيد للشاعر الشاعر أو الكاتب أو من يقوع النفسه أنه يكتب عن فلسطين إذا لم يتقمص دور الأسير فإنه لن يحسن كتاب عن الأسير وإذا لم يتقمص دور الشهيد وهو ملقى وهو مذبوح على هذا العشب الفلسطيني لن ينتج عنه قصيدة توازي الحالة والصورة والمشهد إذا لم يدخل إلى دمع النساء النوائح الثاكلات لن يستطيع أن يكتب عن هذا الوجع بتقنية لن ستكون قصيدة فاشدة بالتالي لذلك نحن يجب علينا الشاعر أن يتقمص المشاهد الوطنية والإنسان الفلسطيني حتى تكون هذه القصيدة ملامسة للإنسان المطلع أو الإنسان المصغي إلينا هذا ما أراه ربما أيضا بحكم معرفتكم لسليم النفار ربما هذا سهل عليكم أن تتحدثوا بلسانه باسمه كيف تقبلتم خبر استشهاده؟ الأخي الحبيب الشهيد سليم النفار رحمه الله التقيت فيه أكثر من مرة وكان قبل الحرب في رام الله وكنت أرى فيه الطبيعة البسيطة والحياة الفلسطينية العادية يعني كان إنسان قريب للنفس كانت الضحكات تعلو عنده رغم أنه يعاني من أشياء يعلمها الجميع إنسان يعاني الضيق والوجع وكان لديه الأمل في أن يحقق لأبنائه ما يحلمون به فرح له أبناء فذهب واستشهد وله الآن منزل عند الله سبحانه وتعالى كما بقيت الشهداء فله الرحمة ولشهداء شعبنا في بعض قصائدك أنا شممت رائحة أسلافك من ناحية هناك ألفاظ يعني عربية قحة جدا قليلة التداول مثل ينبوت، ضحضاح، كبوت، اللزب، باهوت هذه ربما تندرج حسب ما أطلق البلاغيون ألفاظ وحشية إذا ما قيست بزماننا الحاضر حيث أنها ليست متداولة هي من قاموس قديم جدا هنا ربما هذا يدل على مكانة اللغة العربية لديك أو علاقتك الوثيقة بها بجذورها، بتاريخها بقاموسنا العربي ثري جدا لكن ما يستعمل منه أقل كثير مما هو مهمل هذه العلاقة باللغة علاقتي في اللغة العربية علاقة حب حقيقة حتى أنني أذكر من أي دراسة كنت عندما أصادف كلمة كنت مثلا شفير فكنت أبحث عن المعنى كنت لا أعلم ما معناها حتى باهوت وحتى الينبوت ونوع من أشجار الفلسطينية الثابتة والمتجذرة في الحواكير وهي طبعا الخروب شجار الخروب يقال له فهذه الكلمات العربية النابعة من أصل اللغة ومن قدام اللغة هي تعطي الشاعر حتى ثقل في قصيدته لا يجب أن يكون كل الكلام متداول وعادي مكرر ومستهلك هذا بالضبط ما أقصده لذلك أنا معل أن الشاعر يكون على يده إطلاع وواعي في لغته روما أنه لن يجيد شاعر أن يتحدث اللغة العربية كاملة من كثر ثرائها ومفرداتها والمعاني فنعم أنا مع هذه اللغة في القصائد الشاعرية أيضا شممت رائحة أسلافك في أغراض القصيدة العربية في كثير من القصائد وجدت الأغراض القديمة وجدت الفخر مثلا حين تقول مزايانا يقاتلها اليهود فلا تفنى وباقية تذود على كل انكسار قد صعدنا فكيف سيهزم الشعب العنيد هذه تحيلني إلى العصر الجاهلي إلى عمر بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذرا وطينا ألا فاسأل بن الطماح عننا ودعميا فكيف وجدتمونا إلى آخره هذا الجنوح نحو الأغراض القديمة النفس القديم أنت مسكون بهذا التراث في زمن تعتبر الحداثة أنها لن تكون حداثة أو شعر حديث إذا لم يتجاوز هذا التراث هل هذا الجنوح لديكم عفوي تلقائي أم مقصود هو عفوي غير مقصود عفوي هو عفوي غير مقصود مسكون بهذا التراث لكنني أنا مسكون في تراثنا العربي والإسلامي والوطني هذا لا يمكن أن أخرج أن أتمصر عن هذا التاريخ فهو الأصل كما أي بناء الآن ممكن الإنسان يبني بناء يكون قديم لكن بعد يمكن يبني بناء يضيف عليه شرفات أو نوافذ تزينه وتجمل وأنا مع الحداثة والتجديد لكن أن لا يتخلى عن الجذور وأنا لا يتخلى عن الأصول لأنها هي الأسس التي تبني عليها بقية القصائد أو النوعيات التي نراها من الحداثة وما إلى ذلك فأنا مع أن نتجذر في الأصول مع وعي الشاعر بأسلافه كما يقال أنا مع الوعي ومع الإدراك لكن أنا مرضو مع الحداثة بما يناسب هذا الموروث القديم هناك الكثير من قصائد الحب حب من الذاكرة من يقرأ يحتار من هي الحبيبة المقصودة المكان أم ممرأة من لحم ودم ذكرتم ليلة هل ليلة المشتهات هي ليلة المعشوقة العربية أم شيء آخر أنا قرأت كثير من قصائد الحب في المجموعة كان يلتبس علي الأمر من المقصود امرأة من الذاكرة من لحم ودم أم مكان من الذاكرة أرض من لحم ودم وهي غزة أنا بطبعي أترك القصيدة فيها مراية هذه المراية يشاهد كل إنسان ما يريد لكن إذا جتي وسألت إذا أتيتي وسألت بصراحة أنا أكتب لحبيبتي فلسطين وهذه الأرض ومن حقها أن نتغزل فيها ومن حقها أن نرى في جمال عيونها تأنسنها في القصائد إذا لم نأنسن القصيدة ستنتهي وتنتفخ فهذه حتى ليلة التي قرأتها في ما كتبته في غزة كانت جسدت أنه كيف ممكن أن إنسان كان سيحتفل مع زوجته في يوم ميلاده ولكن قبل أن يصل إليها وصلت الطائرات وقتلتها أيضا تقمص دور رجل هذه المرحل يأتي إلى زوجتي وهي طبعا أم الأسرة ليحتفل معها كبقية بقية كل العالم كيف يحتفلون مع نسائهم وزوجاتهم لكن للأسف سبقت الطائرات واستشهدت ولم يحصل على هذه الساعة أو الدقائق التي يمكن له أن يكون هو وإياه في نوع من الفرح والحب فراقصه الوجع والرحيل وكان دمها موجود ومشهد تخيلته في هذه الحرب مثل أي مشهد مثل الأطفال الذين ذهبوا للبحث عن الماء الساعة السادسة لكن رجعوا في الساعة الثامنة المسافة هي ساعتان فقتل قبل أن يصير هل المادة الإخبارية المتواصلة تستقي منها الحالة الشعرية أحيانا تؤثرته؟ في هذه الحرب نام أغلب قصائد التي كتبتها كانت عن المشاهد ومرأة فكتبت قصائد عن أيوب بعدما سمعت أم كانت تؤدي ابنها أيوب فكتبت عن أيوب وكتبت عن الرجل الذي كان يبحث عن أطفاله تحت الركام فكان الصدى صدى الأصوات تختفي فهو كان يعلم أنها سيقولون إلى الموت أغلب القصائد التي كتبتها كانت عن واقع شفته في شاشة التلفاز لكن أيضا هناك خيال وهناك شعور وهناك تأمل فهذا ما سعيت إليه وهذا ما خرج مني من المشاهد التي نراها كل يوم في غزة وفي جنين وفي الضفة العربية طبعا هو صد التجربة يعني هي التجربة التي نراها تجربة تدفعنا إلى أن نكتب وهذا ما لدينا نعم نحن نشعر بالتقصير تجاه ما يحصل لكن هناك احتراق داخلي هذا الاحتراق إذا لم يخرج من الكاتب ربما يعلل يتحول إلى حجر في مجرى دم القلب وهنا المقتل الحقيقي وهنا الانتهاء وعسى أن لن ننتهي وعسى أن يكون لنا حياة وتخضر الأمال على وجوهنا الشعرية الفلسطينية بحكم زمانها ومكانها متهمة بالعسكرة مثلا منذر عامر الشعر الفلسطيني كان يقول أنه ضد عسكرة الشعر الراحل زكريا محمد كان يقول أن القضية الفلسطينية رحمه الله حولت الشعر إلى وظيفة حرضية كثرة كثيرة في الشعرية الحالية جنوح نحو الهامشي كأنه هروب من هذه التهمة أو كأن إبعاد ألهم الوطني ينقذ عن النص ينقذ من هذه التهمة من منطلق مقولة أن تكتب قصيدة جميلة فأنت تناضل جماليا هل ألهم العام الجماعي الوجع ممكن أن يكون نقيذا أو حائل دون الجمال 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 ليس مقصود فيه هو صناعة الجمال العادي ولكن الجمالية في اللغة والجمالية في أن تكتب القصيدة بطريقة تدخل إلى الأسماع بأسلوب رقيق ومتقبل لدى النفس هذه جمالية وأن يقرأ الإنسان المفردات بأسلوب عذب وماء وحي وزهر أيضا هذه الجمالية تقود إلى فهم القصيدة ليس ضرورة أن نستخدم كلمات خطابية في القصيدة أو نبر عالية فقط لأجل أن تبين قصيدة قصيدة ثورية الثورة لا تعني الصراخ لا تعني الصراخ لا تعني الصراخ الثورة هي حياة تتفتح في شرفات في اللغة في الكلام فأنا مع أن تبقى أن يبقى الجمال رغم القبح الذي نراه رغم الهدم الذي نراه كما تتفتح أي زهرة في بلادنا تحت الأنقاض أو جنب البيوت المهدومة وليس مهما عما تكتب بقدر ما هو كيف تكتب هذا يعني بالضبط نحن حتى الكتابة هي لك ستمقصودة على أن تكون تحرك بهذا الشكل لما أنت طبعا كشارة مثل البقية لما بلش تكتب في القصيدة بتلقي نفسك أنك بتذهب لأمكنة أنت ما كنت متخططي لها وإلى كلمات برضو لم تكن في الحسبان تأتي مترادفة مع بعضها متلاسقة كأي سلسلة فالكلمات والصور والمشاهد تتجاذب إلى نفسها السؤال الأخير قولكم الساد أبناء البلاد تعثنت فاعتادها بصري وصاحب نسفي ما نفع هذا الشعر عن هذا الأسى هل يرجع المذبوحة رشفة وعطفي تذكرني بقصيدة كتبها محمود درويش لسميح القاسم أسميك نرجسة حول قلبي حين سأله أما زلت تؤمن أن القصائد أقوى من الطائرات تسألتم هنا ما نفع الشعر ما نفع الشعر سائد أبو عبيد هل في هذه الحالة في هذا الوضع الشعر ترف أم ضرورة كيف ترى أنه هل هو حالة ترف أم ضرورة القصيدة هي ضرورة الشعر ضرورة للكتابة عن الواقع وحتى في هذه القصيدة لما بتحدث فيها عن الضعف اللي منعيش فيه سواء من في أنه أنا بكتب عندي عجز أن أحمل سيف وأنا بأنب ضميع نفسي في القصيدة كما يؤنب أي فلسطيني يشعر بالتقصير تجاه ما يحدث في غزة لأنه هناك عجز هناك ناس مرتبطون بأولادهم بعائلاتهم من أجل يومهم فلا يدفعه إلى أن يكون من أن يحمل بندقية أو أن يذهب إلى فعل عمل وطني يؤدي بحياته فهو يعراء الحياة في البقاء مع العائلة وتأمين الحياة للأطفال فهذا أيضا صمود الصمود هو نضال والبحث عن الأمان للعائلة هو نضال فلا في القصيدة أنا شعرت أنه ممكن أنا أشعر في العجز تجاه ما يحدث في غزة وفي الضفر أربية وفي المشاهدة التي نراها من قتل وسفك هذا مشاعرها يعني كل إنسان حقيقي يشعر فيها أنه هناك عجز مجدوا الكتابة أمام كل ما يحدث دائما فالدم هو أعلى والدم هو أقدس والدم هو أجل وهو الصورة الأنقافة الآن حاليا في المشاهد التي نراها وهو الصارخ وهو الذي يسب هذا الصمت العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية التي يذبح أبناء شعبنا أمام الجميع وبلا أي نصير وبلا أي مدافع حقيقي نعم هناك أصوات في الشوارع في الدول العالمية في الدول العالم وفي الدول العربية ولكن لم ترقى إلى النصرة الحقيقية شعبنا يموت شعبنا يقتل شعبنا يكسر ولا ندري إلى متى لم ترقى إلى جلل المصاب ماذا تقولون لأهل غزة دعك تقول لهم شعرا خاطبهم بقصيدة ما ننهي بها هذه الحلقة مهما قلت بصراحة سأشعر في عجز لكن سأقول عظيم جرحنا باق حيي وموعوث قديم سرمدي طليق بالفواحي كزهر أرضي وغض بالبقاء وسوسني بليغ نزفه ودليل درب بليغ نزفه ودليل درب خمائله شعاع عسجدي على أعتابه الأرواح تعلو وعن قيد يثور اليوسفي أفاق على غموض الوقت نجما ولن طفأت فراقده البهي فضاءات أرائكها ستدن ليصعد في مناقبه العلي غريب جرحنا قد ساد فينا فسمعا أيها الباقي الولي غريب جرحنا قد ساد فينا فسمعا أيها الباقي الولي سيدفعنا إلى المنجات يوما لينجو من مهالكه النبي قميصك خالد بندوب وجد كأن الجرح للعشاق زي أجل جراحنا فيها انتصبنا لكم ظل الشموخ بنا الأسي ككرم من يديك نعان يزه صنوبره وسرو فوضوي ودحنون بنات دم لقلب سيجمعها على قبر صبي يجل شهيدها ويا أم دربا جرى في رملها الجرح العصي جرى في رملها الجرح العصي جرى في رملها الجرح العصي الشاعر سائد أبو عبيد دام القلم ودام الحر ودام الشعر وبهذا النص الجميل ننهي هذه الحلقة من الصالو الثقافي شرفتني شكرا لكم على هذه وشرفت المشاهدين شكرا على هذه النافذة التي نطل فيها على جماليات نصنعها رغم هذا المناظر الموجعة والألم الكبير شكرا على هذه الجهود عفو شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة حتى حلقة أخرى من الصالون الثقافي لكم مني من طاقم البرنامج من المخرج خليل الدرابية أجمل التحايا وإلى اللقاء دمتم بخير شكرا اشتركوا في القناة شكرا